السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومهزلت منتخب ومعسكر منتخب مصر وسبب غياب محمد أبو تريكا عن تحليل المباريات وميدو جابر يعلق على استبعاده من قائمة المنتخب والزمالك يقيل عبدالواحد السيد من منصبه ووكيل إبراهيم عادل يفجر مفاجأة مدوية حول انتقال اللاعب إلى ختاف الأسباني وفي البداية من انساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة أحمد شبير الإعلامي أحمد شبير ظهر مؤخرا على الساحة الرياضية منذ قليل وذلك بعد فترة طويلة من الغيابة بعد فسخ التعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقنوات On Time Sport ظهر عبر موقع التواصل الاجتماعي في إيس بوك للحديث عن آخر المستجدات الرياضية المتواجدة على الساحة الرياضية المصرية وزف الكابتن أحمد شبير بشرة صار لمتابعيه خلال لايف إخباري انتهى منذ قليل وأوضح أنه سيعود بعد فترة قصيرة جدا للظهور على القنوات مجددا لتقديم برنامج تلفزيوني يحمل اسم الكورة مع شبير ولكن لم يحدد الموعد النهائي للظهور أو القناة التي سيظهر عليها أحمد شبير أحمد شبير تواصل خلال الوقت الحالي يتواصل خلال الوقت الحالي مع الجماهير عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في إيس بوك ومنصة إكس ويوتيوب وأوضح شبير إلى أنه سيظهر على مواقع التواصل الاجتماعي حسب المستجدات المتواجدة على الساحة الرياضية ولم يظهر باستمرار كما هو متعود من مقدم المحتوى الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي ونوه أحمد شبير عن ظهوره اليوم عبر موقع إكس حيث كتب على حسابه الرسمي انتظرون اليوم صوت وصورة الساعة 11 ونص مساء وهو ما جعل محبيه ينتظر ظهوره مرة أخرى على القنوات الفضائية ويشار إلى أن المتحدة للخدمات الإعلامية قد أنهت التعاقد مع الكابتن أحمد شبير وفسخت التعاقد بين الطرفين منذ فترة وذلك بسبب مخالفة السياسة التحريرية للقناة حسب ما أعلنته الشركة ويمتلك أحمد شبير تاريخ حافل مع كرة القدم حيث بدأ حياته كحارس مرمى إلى أن وصل إلى النادي الأهلي ثم معلق رياضي بعد الاعتزال ثم في اتحاد الكرة ثم منصب أيضا آخر في تولى إدارة نادي فيوتشر في فترة من الوقت عقب صعود الفريق للدورة الممتازة ثم بعد ذلك محلق مزيع في القنوات الرياضية في قنوات أونس بورت ثم انتهت حياته على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا أشرف داري فضلت الأهلي على عروض أسبانيا والسعودية حيث صرح أشرف داري لاعب النادي الأهلي الجديد أن المفاوضات صارت بشكل جيد بين بريست الفرنسي والنادي الأهلي وأخترت وكيل أعمالي باهتمامي الكبير بعرض الأهلي قال أشرف داري في حواره عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بالفعل كنت أمتلك الكثير من العروض أبرزها من أسبانيا والسعودية ولكني في النهاية سعيد جدا بنجاح مفاوضات الأهلي خصوصا أن عائلتي كانت لديها رغبة كبيرة لباللعب للنادي الأهلي وتحققت رغبتها أخيرا أشار أشرف داري إلى أنه تلقى ردود فعل طيبة للغاية بعد سؤال رضا سليم ويحيى عطي طالة عن طباعهم عن الأهلي ومنظومة العمل به ما ساعد كثيرا في اتخاذ قراره أضاف أشرف داري أن المنافسة بين اللاعبين في الأهلي مهمة وتصب في مصلحة الفريق وأنه يعلم مدى صعوبتها وأن الأهم بالنسبة له أن يبقى الفريق دائما في القمة ثم قال أشرف داري في حديثه مشاركتي مع المنتخب المغربي في كأس العالم في قطر أمر يدعو إلى الفخر أتمنى مواصلة المشوار تسجيل هدفا في مرمى منتخب كرواتيا كان مصدر فخر لي وعائلتي أمام جماهير الكرة في المغرب أشكر زملائي في المنتخب الذين ساعدوني كثيرا تحدث أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق عن معسكر الفراعين المقام حاليا استعداد لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا الذي انطلق بتواجد ست لاعبين فقط تحت قيادة المدير الفني حسام حسن قال أحمد حسن في تصريحاته على قناة دي ام سي الكل مسؤول عن هذه المهزلة اتحاد الكرة والأندية والجهاز الفني لا أحد يتم إعفاؤه من المسؤولية اسم وقيمة مصر تحتاج منه أن نقدم أفضل من ذلك أن يكون في معسكر منتخب مصر باليوم ست لاعبين فقط فهذا أمر محزن المنتخب هو الذي يجمع الشعب كله كل نادي له جماهيره لكن المنتخب للجميع ما أتمنى هو عدم المزايدة عندما أقول وجهة نظري هناك أخطاء ارتكبها اتحاد الكرة هي التي وصلتنا لهذه الحالة أن يبدأ معسكر منتخب مصر بست لاعبين فقط هذا أمر مستحيل أن يكون قد حدث قبل ذلك نحن نسير دائما بلا نظام هو يعني لو كنا بدأنا المعسكر قبل الأجندة بتلات أيام كان النظام هيبوز ما هو كده كده بايز أرى أن الأندية كان لابد أن تقف بجانب المنتخب أنا أحترم نفسي قبل أن أحترم الآخرين قيمة المنتخب تفرض علينا أن نحترمه جميعا والأهل الزمالك أن نلاعبه الزمالك والأهل حصلوا على أجازة حوالي 22 يوم هل كان ستفرق إذا كانت الأجازة 18 يوم أمر جميل أن نتبع نظام الاتحاد الدولي ونسير وفق الأجندة الدولية هذا ما قاله أحمد حسن عن مهزلة منتخب مصر التي تحدث الآن بوجود منتخب مصر بست لاعبين فقط الماجيكو محمد أبو تريكا وسبب غيابه هذه الأيام عن تحليل المباريات هذا ما كشفه الإعلامي محمد سعدون بسبب غياب محمد أبو تريكا عن تحليل المباريات حاليا عبر شاشة قنوات بي أنس بورد قال الإعلامي محمد سعدون على إنستجرام ونشر صورة لأبو تريكا وعلق قائلا أبشركم بفضل الله وبحمده حبيبنا وعم الناس بخير وبصحة وعافية بعد إجراء عملية جراحية تكللت بحمد الله وشكره بالنجاح وتابع قائلا أسبوعين فترة نقاها وتعافي ويعود بإذن الله ينور الشاشات للعلم قال تشيلسي جاب صفقات حلوة وأعتقد تمهيد عشان يرجع العلاقة مع جمهور تشيلسي بعد ما شاف السنة الستة الستة أهداف أنا أفضل جناح في الدوري ميدو جابر يعلق على استبعاده من قائمة منتخب مصر هذا ما علق عليه به ميدو جابر لاعب فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي عن عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر الذي يخوط حاليا استعدادا لمبارتيه كاب فردي وبوت سوالي يوم ستة ويوم عشر من سبتمبر قال ميدو جابر الذي حصل على جائزة أفضل جناح في الدوري المصري بتصويت الجماهير عبر رابطة الأندية في تصريحات عبر قناة أون تايم سورت قائلا أي لاعب يتمنى التواجد في قائمة منتخب مصر هذا شرفه لي وللجميع اختياري من عدمه حاجة مش بتاعتي دي قرارات الجهاز الفني لمنتخب مصر كنت أتمنى أن أكون موجودا بس يمكن ربنا يكون شاهل لأن الوقت اللي أكون فيه موجود أكون موفق مع احترامي لزيزو أنا أفضل جناح أيمن في الدوري السنة اللي فاتت قرر مسؤول نادي الزمالك رحيل عبد الواحد السيد من منصبه كمدير للكرة وتلقى اتصال من أحد مسؤول النادي وأبلغه بعدم عودته للمعسكر في برج العرب حيث كان يتواجد في القاهرة لإنهاء بعض الأمور الإدارية للقائمة الأفريقية وقال المسؤول لعبد الواحد السيد ما عليش يا كابتن ما ترجعش المعسكر ريح شوية وأخيراً وكيل إبراهيم عادل يفجر مفاجأة مدوية حول انتقال اللاعب هذا ما قاله أحمد عباس وكيل إبراهيم عادل لاعب برامتز أنه تم عرض اللاعب على ختاف الأسباني اللي قدم عرض بأربعة مليون يورو والاستعارة كانت قيمتها ستمية وخمسين ألف يورو برامتز أرسل وكيل لاعبين لا نعرفه مع إبراهيم عادل إبراهيم عادل مما أدى إلى أن ختافي يعلق الصفقة إبراهيم عادل في حالة نفسية سيئة بسبب فشل الانتقال وكان يتواجد في أسبانيا أملاً في الانضمام لفريق ختافي الأسبان بالنهاية أشكركم تحياتي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته